أفرميه والهجرة هجرة بريتيا التي الانتقال من بلد الشرك لبلاد الشرك لن أخبرك بلد الشرك ولاتي دار الشرك دار الكفر هجرة بريتيا الى بلد الإسلام لن تتحدث الدار الإسلام بلد الإسلام نحن قد تتحدث الدين لن تتحدث الدين لن تتحدث الدين بلد الشرك ون تتحدث الدين هناك مجدد في ادريك بلد الشرك كانت ابن قيم رضا رحمتي قليل يبيه أفرمي إبن قيم قال لا كتاب أحكام أهل الزماء أفرمي قال الجمهور أفرمي الجمهور زانان أفرمون دار الإسلام دار الإسلام ولات المسلمان بريتي لكما ولات المسلمان هي التي نزلها المسلمون أو ولاتها كوان مسلمان تاعدان اشتزين أما يكم لا إبن قيم وجارت عليه أحكام الإسلام مرزيكم المسلمان نشتجي ولاتها كبير دوهم حكم إسلامي أحكام كان إسلامي لولاتها بقاش كده أنزم لنويشي جماعة ججنكان جمعة أما أنا بقاش كده بكرت أما إبن قيم ابن تيمية رضا ورحمتي خواهي فالورد قاري ليبيه شيخ الإسلام لمجموع فتاوايا فالملابرا دو صوهاشطاو دوي مجلدي هجدا أفرميت فكل أرض سكانها المؤمنون هر زويك سكانها دانشتوانكي المؤمنون المتقون إيمان دارانك بن لخواترز بن أقوى هي دار أولياء الله في ذلك الوقت هر زويك مان بني كعامي دانشتوانكي مسلمان وإيمان داربون أو دار الإسلام في أولياء بنتيمية وكل أرض وهر زويك مان بني سكانها الكفار دانشتوانكي كافروا بباربون فهي وطا كالا كافروا بباربون وطا أغلبي فهي دار كفر في ذلك الوقت هر زويك زوري نيدانشتوانكي كافرقون بباربون بإسلام أو أو زويك كافروا بنتيمية دار الكفر بابرنبولاي الشيخ محمد كري صالح عثيمين لتفسير سورتي عن كبود أفرميت الشيخ أفرميت دار الإسلام ما ظهرت فيها شعائر الإسلام أو دروش مكان إسلام تيايا برب الله و أشكرايا دروش مكان إسلام نويجي جماعة نويجي جمعة دعو بانقوازي فهي بلاد إسلامي أولات دار الإسلام فياوت فياوت بلد الإسلام و هجرت ليرا ونأكرب وشويني كتر بالكول شويني كتر ونأكرب إيرا أي دار الكفر تيايا أفرموا وما ظهرت فيها شعائر الكفري فهي بلاد كفري وأو دروش مكاني كيمي والأغلبية المسلمان أصولكان سراكيكان و فرعيكان وأعلامها ومشهورها كالتوحيدي والصلاة والزكاة والصيام والحجاب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكة ومشهورها ومشهورها والصلاة ومشهورها والأثاني والبناء المساجد ومشهورها 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 حينما بال cyt من أحيانات أمام المصريين من الأسلام avaient من أجل الشعائر الدين كأن يكون أولاد الدار الإسلام على الأسلام فقط حجرة فقط فقط والأسرة ولو كان الحاكم كافر في نفسه ف resort عطم المصري أراض الدار الإسلام فالبلد يبقى مسلما بأهله وشعائره يهاجر إليه هجرة أقرب وإيرا ولا يهاجر منه هجرة ناكرب وإيرا ولا يهاجر منه هجرة ناكرب وإيرا ولا يهاجر منه فلا أثر لكفر الحاكم بعينه هذا هو إعتبار ناكرب وإيرا ولا يهاجر منه هجرة ناكرب وإيرا ولا يهاجر منه فقد يكون الحاكم مسلما والمحكومون كفارا حاكم مسلمان كافر فبلدهم بلد كفر ولات أمانا كحاكم كان مسلمانا بلام دانشتوانا كافر في وثلتي ولات بباورا بلد كفر دار الكفر كالحبشة بعد إسلام النجاشي لدواء المسلمان بني نجاشي حبشة دار الكفر وهو حاكم مسلم أو مسلمان بباورا بلام دانشتوانا كافر كالحبشة دار الكفر نصارى المسيحي وبلده بلد كفر بلدك ولاتك 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 كفر وإن آووا وعدلوا في حقوق الناس ولم يظلموهم هل تستمج لخلق نكره؟ هل تنخلق بنابدا خلق المسلمان؟ أما الشيخ عبدالعزيز الطريفي رضا ورحمة خوايفة وردكاري اللي بأفنة إسازنا نعمان دار الإسلام أو يكاوا خلق المسلمان بني أما يكام دوهم دروش مكاني دين بأشكرات يايدا بلالله بنبانجو زكاة حجو حجابو وهاتا دواء